السلام عليكم ورحمة الله حبيبي طلاب الصف الرابع ساينس معكم استاذ طارق مدرس اول ساينس هنكمل مع بعض الوحدة التانية الترمي التاني والدرس الاول في الوحدة التانية بيتكلم عن انيرجي زي ما احنا شايفين عندي الولد بيطلع السلم فبيبزل مجهود والولد اللي بيركب العجلة برضو بيبزل مجهود يبقى انيرجي معناها ايه معناها مجهود فكلمة انيرجي انا عشان احفظها بطريقة سهلة بقولها ايه انيرجي يا بنتي يا انجي انا بتخيل ان في بنت اسمها انجي والانيرجي يا انجي ability يا بنتي to do work انيرجي هي القدرة على بز شغل يبقى مع بعض انيرجي يا انجي ability يا بنتي to do work again انيرجي يا انجي ability يا بنتي to do work في عندي Forms of Energy في عندي أشكال الطاقة كتيرة جدا في حياتنا أول شكل من أشكال الطاقة حاجة اسمها Potential Energy Potential Energy الطاقة المتخزنة يعني إيه؟ في عندي العربيات اللعبة اللي هي بيبقى فيها حبل كده من وراء بتشد الحبل وبعد كتسيب العربية تبدأ تتحرك فالطاقة المتخزنة في العربية دي اسمها Potential Energy يبقى Potential Energy بقولها كده Energy stored Energy stored In a spring of toy تاني Energy stored شايف روال العسل دوت بيعمل إيه؟ مسك في إيده عربية لعبة العربية اللعبة دي بيشد الحبل كده من وراء فالعربية تبقى مخزنة إيه؟ طاقة طاقة دي اسمها Potential اسمها إيه؟ Potential يبقى Potential Energy Energy stored in a spring of toy طاقة متخزنة كمية spring اللي هو معناها الخيط المشدود أو الزنبروك أو الزنبالك طب Light Energy Light Energy هي الطاقة الضوئية Energy produced by electric lamp اللمبة بتطلع إيه؟ Light Energy يبقى Light Energy بيجلنا منين؟ ممتاز سمعك بتقول بيجلنا من Electric Lamp طب طب Kinetic Energy Kinetic Energy يعني الطاقة حركية المروحة لما بتلف دي حركة ولا مش حركة؟ حركة يبقى Kinetic Energy Energy produced by electric fan يبقى Electric Fan بتديك إيه؟ بتديك Kinetic Energy في عندي أشكال تانية للطاقة الهيت انرجي الطاقة الحرارية وانت ساعين كده في الشتاء بتشغل الدفاية الدفاية يعني Electric Heater Electric Heater بتديك إيه؟ تديك Heat حرارة يبقى كلمة Heat Energy طاقة حرارية produced بتنتج من إيه؟ بتنتج من Electric Heater Number 5 Sound Energy الطاقة الصوتية الطاقة الصوتية لما انت بتيجي تلعب بيانو أو تيجي تعمل Knock on the door تخبط على الباب بيطلع صوت يبقى Sound Energy produced by piano Anything vibrate أي حاجة بتتهز بتطلع صوت مش احنا ساعات بنعمل موبايل على الوضع vibration فيبدأ يتهز لما الموبايل يتهز بتسمع فيه صوت صح يبقى ال vibration الاهتزاز بينتج عنه إيه؟ Sound Electric Energy الطاقة الضوئية Electric Energy التاقة أه سوري Electric Energy الطاقة الكهربائية هي الطاقة اللي بتنتج من البطاريات الحجر ده اللي انت بتحض حجر الرموت مش الحجر الريف الرموت ده بيطلع طاقة كهربائية صح طب وعني حاجة اسمها Solar Cell Solar Cell عندي حاجة اسمها خلايا الشمسية زي ما انت شايف كده قدامك المنظر ده منظر خلايا الشمسية شبه الميريات بيحطوها في الشمس فهي بتعمل ايه؟ بتمتص الطاقة الشمسية Absorb Sunlight وبتحولها لإلكتريك بتحولها ليه؟ Chemical Energy الطاقة الكيميائية هي الطاقة متخزنة جوه البطاريات يبقى Energy Stored in Battery طاقة كيميائية طاقة متخزنة جوه البطاريات الحجر جوه طاقة اسمها طاقة ايه؟ طاقة كيميائية We will study sound energy as one of the forms of energy لو جينا كلمنا على الصوت الصوت عبارة عن طاقة تصل إلى الأزم فتسبب السمع يبقى الصوت عبارة عن طاقة توصل للوذن فبتسبب الايه؟ السمع يبقى Sound بقول عليه Energy Rich ear cause hearing Sound Energy طاقة توصل للوذن سبب الايه؟ السمع How is sound produced؟ قلنا من شوية ازاي الصوت بينتج عن طريق الاهتزاز انت لما تيجي تخبط على الباب لما تيجي تمسك المسطرة تخبط بها على الترابيزة كل ده اسمه اهتزاز يبقى Sound produced due to vibration هل الطاقة ممكن اغيرها من شكل لشكل؟ او طبعا Energy can change from one to another تعالوا نشوف مع بعض كينيتك انرجي الطاقة الحركية into potential energy and vice versa كمية vice versa معناها بالعكس دلوقتي انا لما بيجي when you wind up a spring لما يجي عندي هنا العربية دي فيه كده زنبالك من فوق شايفين كده من فوق فيه حاجة اسمها زنبالك ودلوقتي عندوكو فيه عندي العربيات من ورا بيقى فيها حبل كده بتشد فانا لما يجي بشد الحبل او يجي الف الزنبالك كده من فوق بتاع العربية فانا عملا لف زنبالك ده ده اسمه ايه كينيتك انرجي عملت لف عملت لف طب لما تيجي تثبت في الاخر بعد ما تبطق بعد ما تتلف كتير كده كده انت حولت كينيتك انرجي into potential يعني طاقة الحركة دي تخزينت جوه العربية بقى طاقة ايه وضع يبقى كده انحولت comunque ما يجي باشد الحبل انا بعد اشد الحبل بتاع العربية من ورا اشد 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 دي اسمه κينيتك اول ما تثبت في الاخر يبقى دي اسمه potential زي ما تيجي بتشد السهم اعرف لما تيجي تشد السهم وترمي السهم كده السهم هو بتشد دي اسمه destination اول ما تثبت في الاخر لما تثبت كده في الاخر يبقى اسمه ايه potential تمام أنا دلوقتي لما يجي بسيب لما سيب العربية بقى تتحرك إيه اللي بيحصل الطاقة المتخزنة فيها اللي هي البوتينشل اتشينج انتو كايينيتك لما أنا أشد السهم وأثبت ومر واحدة أسيب السهم إيه اللي حصل الطاقة المتخزنة اللي هي اسمها البوتينشل طاقة السكون أو طاقة الوضع تحول تبقى طاقة إيه تبقى طاقة كايينيتك طاقة حركة اتشينج كايينيتك انتو ساوند الطاقة الحركية ممكن احولها لطاقة صوتية بالضبط زي ما بيعمل كده انا جبت string جبت خيت وربطته وشدته طبعا كل ما شده حيطلع صوت يبقى هنا kinetic change into a sound الحركة تحولت الى ايه صوت change kinetic into heat ممكن احول الطاقة الحركية لطاقة حرارية وانت ساعين في الشتاء طبعا تفرق ايديك في بعض لما تفرق ايديه دي اسمها kinetic طاقة حركية طب بعد كده تيجي تحس ايديك سخنت يبقى دي تحولت لهيت يبقى change kinetic into heat kinetic حركة نتج عنها ايه heat حرارة kinetic change into electric ممكن احول kinetic لالكترك الطاقة الحركية طاقة كهربائية في عندي جهاز اسمه الدينامو ده كده بيتحط على العجل الدينامو دوت والعجل لو هي عمالة بتلف الدينامو يبدأ يتحرك معها يبدأ يلف معها فتيكة الحركة دي بتاعت الدينامو بيطلع كهرباء فتبدأ اللمبة بتاعت العجلة تبدأ تنور يبقى انا كده حولت kinetic الحركة حولتها لالكترك عن طريق الدينامو change electric into light طبعا واحنا عادين كده في القوضة بتاعتنا عندي اللمبة اللمبة شغلة بالكهرباء فاللي بيحصل اللمبة بتحول الكهرباء into light يبقى change electric energy into light as the electric lamp when's the electric current لما تغير الكهرباء pass in the lamp eat light يبقى change electric into light تحولت الكهرباء لدوق عن طريق electric lamp change electric into kinetic energy ممكن يحول الكهرباء لحركة الطاقة كهربائية لطاقة حركية زي ايه زي electric motor المطور المطور ده اللي موجود في الميكسر الخلاط عبارة فيه مطور داخلي لما تيجي تحط الفيشة في الكوبس كده كهرباء فالكهرباء تتحول تخلي الخلاط يشتغل يبقى كده electric بقت ايه kinetic لان الخلاط بيقعد يلف وعندي امثلة عندي زي الغسالة نفس الكلام برو تقعد يلف فالكهرباء electric change into kinetic electric عندي electric fan عندي washing machine وعندي الميكسر الخلاط change electric into heat ممكن حول الكهرباء لحرارة electric heater عندي electric iron المكوى كل حاجات دي شغالة بالايه بالالكتريك وبتدينا ايه بتدينا heat change light energy into heat energy ممكن حول الطاقة الضوئية لطاقة حرارية في عندي عدسة كده اسمها العدسة العدسة اللي هي المجمعة تتبع في المكاتب العدسة ديت بتعمل ايه بتجمع الدوق وتركزه في نقطة واحدة بصوا المنظر هنا دي عدسة ايه الدوق لما تركز في نقطة واحدة بص اللي حصل الورقة واللعت ليه لان light change into heat يبقى في عدسة كده اسمها عدسة مجمعة العدسة دي بتجمع الدوق وبتركز الدوق تخليه الدوق ده مركز في حتة واحدة فيبقى الحتة دي سخنة قوي يبقى light change into heat انت لو جيت وقفت في الشمس ضوق الشمس بيخليك تسخن change light energy into heat energy ممكن احول الطاقة الضوئية لطاقة حرارية في عندي حاجة اسمها solar heater السخنات الشمسية السخنات الشمسية الفكرة بتاعتها ان هي عبارة عن اجهزة تتحط في الشمس بتعمل absorb لللايت تمتص الدوق وبتحوله الهيت يبقى اسمها solar heater سخنات شمسية ممكن تستعملها heating water في تسخين المية في المنازل change light energy into electric ممكن نحول اللايت الدوق لكهرباء عن طريق solar cell الخلايا الشمسية السولار سيل دي حاجة كده شبهة الواح الازاز بتحطها في الشمس فهي بتعمل absorb light تمتص الدوق وبتحول الدوق لإلكتريك للكهرباء حاجة اسمها solar cell الخلايا الشمسية solar cell are used to provide artificial satellite عارف الساتيلايت الامر الصناعي الامر الصناعي ده عبارة عن جهاز كده زي الصاروخ بيلف حوالي الارض الامر الصناعي ده هو اللي بينقلنا المتشهد اللي بتتلعب في اي حتة في العالم يعني انت لما تيجي تتفرج على مطش لريال مدريد او برشلونا في اي حتة في العالم في امر صناعي بيلف حوالي الارض ده بينقل ايه المطش دوت خلاص فالامر صناعي دوت علشان يفضل يلف كده حوالي الارض محتاج طاقة الطاقة دي هيجيبها منين بيثبته على الامر الصناعي من برا الواح اسمها الواح اسمها solar cell خلايا شمسية الواح كده زيز اسمها solar cell الالواح دي بتمتصق الطاقة الشمسية وبتحاول الى الطاقة كهربائية فتخلي الامر الصناعي يبدأ يلف حوالي الارض وتديله الطاقة اللي هو محتاجها solar cell used to provide artificial satellite بتمت الامر الصناعي بالكهرباء اللي هو محتاجها change chemical energy into electric energy ممكن حاول الطاقة الكيميائية الى الطاقة الكهربائية ودي اللي موجودة في dry cell اللي هي الباتري البطاريات بساعة كده احنا ايه البطارية لو انت بسكتها كده والمادة اللي موجودة في جوه البطارية دي مادة كيميائية المادة كيميائية دي بتطلع electric تطلع كهرباء فالبطارية تحتوي على chemical chemical بيتحاول لإيه لإلكتريك يبقى لما يقول لك change chemical into electric قوله in battery in a battery كيمية chemical يعني مواد كيميائية مواد كيميائية كده بيحطوها جوه البطارية المواد دي لما تتفعل مع بعض وتشتغل كده مع بعض المواد تطلع كهرباء تمام الدرس سهل جدا تعالوا بقى كده نعمل كده شوية انشطة على الدرس علشان نحفظه بشكل ايه اسهل وعيز كنتو اللي تحلوا معي نرجع تاني مع بعض يلا كده بيقولك ايه electric energy change into الطاقة الكهربائية تتحول الى شوف انت بقى انت اللي حتقولي الطاقة الكهربائية تتحول الى ايه الى كاينتيك يعني الكهرباء تتحول لحركة امتا الكهرباء تتحول لحركة يعني عايز الكهرباء وطلع منها حركة يبقى سامعة سامعة بتقول electric fan صح المروحة ممتاز طب electric energy طب electric energy تقلها الكهرباء ممكن نحولها الهيت الحرارة اه ايه في الاجهازة دي عندك بيديك حرارة سامعك بتقول electric iron ممتاز طب اخر واحدة electric energy change into الطاقة الكهربائية تتحول لطاقة ضوئية light energy فين ممتاز طب طاقة الحركية طاقة الحركية تتحول ل طاقة حركية تحولت لطاقة وضع طاقة مخزنة فاكرين اللي هي العربية اللي فيها الزنبالك العربية اللي فيها الخيط اللي بتشد ممتاز سامعك بتقول يبقى kinetic energy الحركة بقت potential في ممتاز طب التانية kinetic energy طاقة حركية change into sound بقت صوت فين سامعك بتقول guitar ممتاز kinetic energy change into طاقة الحركية تحولت لحرارة rubbing hands ممتاز ممتاز kinetic energy change into electric الحركة بقت كهربا فين سامعك بتقول دينامو ممتاز وبكده بقى احنا خلصنا listen one unit two الترم التاني وان شاء الله المرة جاية هناخد الدرس التاني من الوحدة التانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة